مرحبا بالجميع من الكلمات التي ضمنتها معكم في أطرس اللهجات العربية ما يتعلق بالتحية والترحيب وهي مختلفة ومتفاوتة في لهجاتنا اليومية وغالبا لها أصل عربي يعني مثلا موجود في جنوب السعودية وفي بعض بواد الخريج يقولون أربكم بخير يعني لعلكم بخير وأصلها يا رب أنكم بخير في مصر والسودان يقولون الزيك إما أن تكون من الزي بمعنى اللباس والهيئة فالسؤال عن اللباس يقتضي السؤال عن الحال وإما أن يكون أصلها إيش ذا فتحولت الذال إلى الزاي إيش ذا ثم صارت الزاي وشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يرجح أن أصلها السي اللي فيها لا سي يما وأن أصلها السي بمعنى المثل في المغرب موريتاني يقولون أياك لاباس أو أياك بخير أو حيانياك لاباس وكلها عربية فصيحة وفي شمال المغرب يقولون كيف تينا لاباس وتينا تستخدم للمذكر والمؤنذ لأن لون الإنسان يدل على صحته سلامة ومرضة لذلك نحن نسأل في الخليج وفي العراق وفي شرق سوريا وفي الأردن عن اللون نقول شلونك أو شلونك وتنسب لذلك حكاية عن مرض جرى في العراق قديما لم أجد لها أصلا في شمال السعودية وبعض نواحي وسطها يقولون شوقعك يعني أي شيء وقع عليك من الخير في المغرب والسودان يقولون اك داير لاباس وفي غرب الجزائر يقولون كي راك داير يعني كيف أراك داير وداير مقلوبة عن رايد بمعنى مريد يسأل عن صحته وكي راك كي يعني كيف أراك كيف الحال مسموعة في غالب اللهجات العربية مع تغير فيها وفي شمال المغرب يقولون للمفرد مذكرا كان أو أنثى كيف تين وإذا أرادوا أن يجمعوا قالوا كيف توم يعني كيف أنت أو أنت أو كيف أنتم وفي الخليج نقول وش أخبارك وش علومك وفي ظفار في جنوب عمان يقولون خبورك يعني أخبارك وهي كلمة مهرية في شمال السعودية يقولون وش نوحك والنوحة أو النيحة كلمة عربية فصيحة بمعنى القوة يعني شلون قوتك وصحتك عموما العشاق في كل اللهجات العربية إذا عجزوا عن الكلام أحالوا الأمر إلى الطرف يقول إذا نظرت نحوي تكدم طرفها وجاوبها طرفي ونحن سكوت فواحدة منها تبشر باللقاء وأخرى لها نفس تكاد تموت